بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحم بكم في خدمة درس درسنا لهذا اليوم بعنوان الاستعانة بالمخلوق والاستغاثة به سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى معنى الاستعانة بالمخلوق والاستغاثة به وسنتعرف على الفرق بين الاستعانة والاستغاثة والدعاء وسنعرف الاستعانة بالله والاستغاثة به وسنعرف حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق أولاً معنى الاستعانة بالمخلوق والاستغاثة به الاستعانة معناها طلب العون والمؤازرة في الأمر أما الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة ورفع الكرب الفرق بين الاستعانة والاستغاثة والدعاء الاستعانة والاستغاثة نوع من الدعاء ولكنهما أعم أولا فالدعاء والاستغاثة يكونان بالنداء والطلب والاستعانة تكون بالنداء والطلب وبغيرهما قال تعالى وقال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ثانيا الاستغاثة تكون في الكربة والاستعانة تكون في الكربة وغيرها الاستعانة بالله والاستغاثة به المسلم يستعين ويستغيث بالله عز وجل قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين والمعنى لا نستعين إلا بك وحدك ووجه الحصر في الآية أن الله قدم إياك وقاعدة اللغة العربية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ودليل الاستغاثة قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ننتقل بعد ذلك إلى حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق على نوعين أولا جائزة إذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر فلابد من ثلاثة شروط أن يكون قادرا عليه وأن يكون حيا وأن يكون حاضرا قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ومثله كذلك أن يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها مما يقدر عليه المخلوق ثانيا غير جائزة وهي من الشرك الأكبر إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله كالاستغاثة والاستعانة بالأموات والغائبين والاستغاثة بالأحياء والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من دفع الضر وتفريج الكروبات كشفاء المرضى قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بغيرك فدل على أنه لا يجوز الاستعانة إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله فكما لا يعبد غيره فلا يستعان إلا به سبحانه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه في وصيته له أن يتجه بالسؤال والاستعانة وطلب دفع الضر إلى الله وحده قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قال المقريزي رحمه الله فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به انتهى كلامه رحمه الله ختاما عزيزي الطالب هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس عرفنا فيه معنى الاستعانة والاستغاثة وعرفنا الفرق بين الاستعانة والاستغاثة والدعاء وعرفنا حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة